مباحثات ثنائية جمعت بمقر مجلس النواب بين رئيس المجلس رشيد الطلب العالمي ووفد عن لجنة الخدمات بالجمعية الوطنية لنيجيريا برئاسة أحمد أمشيكادي الرئيس التنفيذي للجنة الجانبان أشهد خلال اللقاء بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية معربين عن تطلعهما لتمتين وتقوية العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التشاور وتبادل وجهة النظر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين اللقاء شكل فرصة للطرفين لاستعراض مميزات التجربة البرلمانية في كلا البلدين حيث تم التأكيد على أهمية التبادل التجارب والخبرات في كل المجالات المتعلقة بالعمل البرلماني وتعزيز التنسيق على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف وإلى جانب رئيس مجلس النواب فقد حضر اللقاء على الخصوص عبدالإله شيغر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب نيجيريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة